نهار ده كان في احتفالية قادرون باختلاف اللي خلاص الاحتفالية اللي احنا اعتدنا عليها كل عام بحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي نكلمكم بصراحة؟ باختصار يعني مش عايزة اقول كلام يعني متجمل كده وكلام حلو وخلاص بس حقيقي والله بقى نستنى الاحتفالية دي كل سنة كمية طاقة ايجابية تكافي سنين كمية طاقة ايجابية مش طبعية كل مشهد النهار ده في الاحتفالية تديك طاقة ايجابية بالكوم بالكوم وانا في حياتي في حياتي على مدار حياتي المساعة ما بدأت اوعى الدنيا يعني وافهم الدنيا بيحصل فيها ايه ما شفتش اهتمام من الدولة بالابطال دول انا دايما نقول الابطال ما بسمهمش ايه اسم هم ابطال بالابطال دول سوى في الفترة دي وبصراحة شديدة يعني وبصراحة شديدة يعني ده ما حصلش غير من الرئيس عبدالفتاح السيسي يعني الابطال دول عاشوا فترات وسنين طويلة هم واللي قبلهم دون اي اهتمام من الدولة وعجبتني جملة اوي النهاردة اوي من الرئيس احنا مش عايزين الابطال دول يندمجوا مع المجتمع احنا عايزين المجتمع يندمج معاهم طبعا طبعا يا جماعة احنا كلنا مقصرين كلنا مقصرين في حق الابطال دول اهتمام الدولة واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وانه يدفعنا جميعا للاهتمام والتركيز والنظر والاندماج مع الابطال دول شيء والله ما تعرفوا امته والله ما تعرفوا امته انا بقولش انا بقول علي وعليكم ما يعرفش ايمة اللي بيحصل ده غير اسر الابطال دول اللي بيعانوا وبيتعذبوا وبيتعبوا وبيفرحوا بابطالهم فالاهتمام ده تفاصيل يعني انا اعرف تفاصيل كثيرة من جوة قويا تفاصيل لا علاقة بتسهيلات في حياتهم تفاصيل لا علاقة بتعليمهم تفاصيل لا علاقة بإعلاجهم لقدر الله تفاصيل لا علاقة بإمتيازات بياخدوها تفاصيل كثيرة 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 بيعيشها الابطال دول في الفترة الحالية في العهد ده فبقول لكم كمية طاقة يا جباية ده بقولك كل مشهد النهاردة ده كمية المشاهد الحلوة لنهاردة مش عارف يعني أعدها ولا أتكلم عنها أكتر من كده تعالوا شوفوا واستمتعوا ونرجع نكمل مع حضراتكم عشان النهاردة معايا بطل جامد جدا خليكم معنا